بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمون مرة وحشتوني عايز اقول لكم اللي انت وحشتوني جدا 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 ربنا يخليكم نعمة في حياتي بجد شكرا جدا لكل حد سأل علي شكرا جدا لسؤالكم ربنا يدوم المحبة اللي بيننا اللهم امين يا رب العالمين تعالي معايا النهاردة عندنا روتين حلو جدا ومشجع كده وعايز اتكلم معاكم شوية كده ونفطفض مع بعض يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الروسين هنسمى الله ونصلى على الرسول علي افضل صلاة والسلام وحط اللايك بتاعكم لو انت مش مشتركة يلا بسرعة اشتركي وفعالي الجرس وعلى كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا سادت الكل هنعمل ايه النهاردة عايز اقول لك اللي البيت عندي علشان خطر بس قعدت ريحتي كده يوميني اختي او يعتبر كده ايه نمت شوية الدنيا تقلبيت والبيت كله يدرب يقلب ومفيش حاجة في مكانها فالموضوع بصراحة متعب جدا ومنرفزني انا شخصيا جدا تعالي معايا نشوف هنعمل ايه في الروسين بتاعي النهاردة دوت اول حاجة طبعا حبيت اللي انا ابتدي بيها هي قط النوم انا ما مساحتش ولا شيلت السجاد ولا عملت اي حاجة لكن رتبت الاماكن اللي عنايا واجعاني بسببها ازاي يعني ما التسريحة مليانة بلاوي زرقة وعنايا واجعاني اخرج برا الاقي التراويزة مليانة حاجات كتير وبرضو عنايا واجعاني لا ما بتدهاش بقى تعالي كده نرتب وننظم كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه لان بصراحة الروتين دوت مترتب عليه روتينيات جاية ان شاء الله هتعجبك بازن الله اول حاجة حبيت اللي انا ابتدي بيها هي التسريح عليها كبيات مية وعليها كبيات ينسون ونعنايا عمطرح مكانه هم بيعملولي حاجات سخنة وانا نايمة يعني نايمة في السرير هم كانوا بيقال يعني يعني كده يعني فاهماني اوه اوه كوني بتتحكي بس اهم حاجة المهم بعد ما بخلص الكباية المفروض ياخدوها يشلوها برا لا بتتحطي على التسريحة يا اخت بس الحمد لله مش هقدر الهوم ولا اتكلم لان هم عملوا اللي بيقديهم وزيادة الحمد لله بدأت بقال انا اعمل اول حاجة التسريحة ونظم كده عندي قط النوم شوية وبعد كده نخرج على برا ونشوف هنعمل ايه التسريحة دي بالمناسبة انا لسه جايبها جديدة جايبها اولاين من عن نت بس بقالها حوالي كده يعني دخلة في عشرين يوم اه شهر حاجة زي كده هي عبارة عن اه تلات ادراج ومعاهم درج كده اه رفيع خالص هورهولك دلوقتي والمراية بتاعتها عبارة عن المراية الليد اللي نزلة جديدة اللي هي بيبقى متركب فيها لومد هورهالك في النهاية تمام هي مساحتها صغيرة جدا 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 مساحتها تمانين سانتي عرضها يعني عرضها تمانين اول ما جات التسريحة الجديدة مش عارفة ايه اللي حصل فيها منك كان بتاكه شعرها وبتعمله استشوار فحصل بقعة كده على التسريحة من فوق اللي لونها بيضل في النص ديت اكيد انت خدت بالك منها ايوة هي ديت كده خلاص نظمت بقى كل حاجة من على التسريحة الحمد لله ونظمتها ورتبتها وحطتها في الدرج الاولين نيجي هنا للدرج الثاني دوت ده الدرج الزغير الدرج ده تحت فاضي بحيث لو انت مثلا عايز تحطي كرسي وبعد ما تخلصت تحطي من جوه او زي البوف كده براحتك برضو البسكت بقى برضو مليان حاجات كتير اوه في الارض المهم اللي احنا هناخد كل حاجة كده وين وديها مكانها وكده حاس اقولك اللي انا خدت نفس شوية على التسريح بص البقعة اللي هي لونها بيضة دي مش عارفة اخفيها ازاي مش عارفة هي اللومت بتاعتها بفيشة بص انا اول ما حطت الفيشة كده الاضاءة اشتغلت وبقت حلوة اوي بصراحة كان نفسي فيها من زمين بس مش هي دي برضو اللي انا كان نفسي فيها يعني كنت متخيلة حاجة ولما جتلي من عندي لقيت حاجة تانية او كنا فاكرين حمادة طلع حمادة تاني خالص يا اختي المهم دلوقتي بقى جبت بقى المنزيل الوايبس تاعدنا اللي احنا على طول بنعملها مع بعض اللي انا عملتها معاكم هي لحد دلوقتي لسه مخلصتش من عندي ريحتها تدول ولما بتنظفي بها كده بتحسي بريحة النظافة بتبقى حلوية دوب بتتلمعي والمنزيل بيتوسق وتروحي رميها على طول دخلت الحاجات المطبخ ولمعت كده التسريحة عندي بقت الدنيا تمام وزي الفل دي كده الدويات طبعا بيتركب فيها لومد من تحت بس لو اللومد تركبت تحت بيبقى المنظر فضيع قوي وصعب جدا هي اصلا التسريحة جاية باللومد جاي متركب فيها 12 لمبة وانتي لما بتشتريها من عنات بيبقى عالك كمان باللومد بالدويات بكل حاجة كده خلوس يعتبر نظمت الدنيا وشلت الفيشة بص دي الفيشة هوري هالكة هي انا حطة مشترك كده على التسريحة بحط في الفيشة الاداءة تشتعر بص بقى ينفع يعني الدرج يبقى بالمنزر ده عمره في حياتي ما كان بالمنزر دوت وانا بقى ايديا في البيت على طول يومين بس يومين امال انا لو تعبت شهر او تعبت مثلا اسبوع يعني ايه اللي هيحصل يعني معنا كده لا تعليك لا تعليك المهم ازق في الدرج يا اختي عشان يتقفل مش عايز يتقفل طب يرديك عشان خاطر مفيش فايد اه اوه محتاج اللي هو يتروق ايه اللي بيحصل انتو عملتو ايه في الدنيا الدنيا خربت من غيري الحمد لله هشيل بقى كل البلاو الزرق اللي في الدرج على فكرة الحاجات دي انا اللي حطها في الدرج هما مش حطين اي حاجة لكن هما لما جوم عشان ياخدوا فيوط للمطبخ او يستخدموا حاجات من الدرج نعكشوا الدنيا يعني اتخيالي كده ايد بتنعكش غير اليد بتاعتك انت يا دوب لما بتبقي رصة الحاجة بيديكي وبنظام بتمدي ايديكي في الحاجة بتبقى عارفة مكانها بتاخذيها من هنا وتروحي مستعمليها على طول لكن ايد تانية مستحيل طبعا الدنيا تبقى سليمة المهم شلت كل حاجة من الدرج علشان خاطر انضفه كده من جوة وارصه بقى على نظافة وبنظام واحدة واحدة علشان خاطر يبقى الدنيا تمام الدرج دوت اللي هو في دولاب الخزين دولاب الخزين مقصوم عندي نصين نص من فوق بستخدمه للحلل والصواني والحاجات ونفس الكسة من تحت للمنظفات وبرده للحلل والكلام ده والدرج دوت في النص درج حلوة قوي المساحة بتاعته عميقة عغويت يعني بياخد عندي حاجات كتير قوي هنا كنت برضو مطرح ما هم حطيني الصواني والحلل الدرفة ما كانتش تقفل فشلت بقى الحاجة ونظمتها برضو ورجعتها مكانها بسرعة والدرفة قفلت معي نرس بقى الفوت ونشوف الدرجة هياخد الحاجة كلها ولا ايه الحكاية دي كده الفوت اللي أنا بستخدمها لتنشيف الخضار الفوت اللي هي مساحتها بتبقى كبيرة شوي ناقص واحدة مش عارفة عميقة ادور عليها مش عارفة فين بس معلنها هتأزهر دلوقتي والفوت التانية دي اللي أنا حطتها جنبيها دي بتاعت التنظفوت واللي بتتحط فوقها اللي أنا برستوهم حاليا دي دي بتاعت المطبخ لمسح الرخامة لو عايزة مثلا اخرج حاجة من الفرن الحاجات اللي هي البسيطة دي كده هنا كده اللي اسمها ايه ورق الزبدة لقيته يعني مش عارفة اللي حصله المهم برامته تاني ورحت منظمه وهنا كمان نظمت الشفطات كيس الشفطات دي أطبق زيادة بقى عندي من المطبقية جوة مش بستهلكها كتير فاز حمال الدنيا جوة فحطتهم هنا لما بيبقى عندي حال بطلع حم وبيبقى الدنيا تمام كل حاجة بقى هتتحطي مكانها في الحاجات بتاعة المفرمة وغطى اللبانة حاجات كتير بستخدمها العلبة بتاعة الجوانتيات الغطيان دي مش عارفة قرميها ولا لا الغطيان بتاعة اللدبق دي أنا هتخلص منها أصلا يعني بس الغطيان بتاعة اللدبق اللي هي اللي أنا كنت جايبها عشان نعمل فيها زبادي مش بستخدمها خالص بصراحة دي كمان اسمها إيه الأوالب بتاعة الشوكولاتة الدرجة قفل خات كل حاجة الحمد لله زي ما انتوا شايفين كده بصوا فرحانة جدا أذوق الدرجة قفل بيبقى حلو قوي هنا نفس الكسة حاولت اللي أنا برضو نظم الدنيا تعالي بقى نخرج برا كده ونشوف هنعمل إيه طبعا كنس الأرض خليته على منا هي اللي تكنس الأرض خرجت بقى برا كده وبسم الله لو قلت هاعد أتفرج على التلفزيون أبص كده فوق الميكرويف ألاقي بلاوي زرقة رمود التكييف المرهم إيه اللي إزبريبك على العرق الحصالة بتاعت يوسف ولا معرفش مكة بلاوي زرقة إيه ده أو أي حاجة في قديهم يحطوها كده وخلاص يعني لا تعاليك لا تعاليك المهم اللي إحنا هننظم الدنيا ونخليها نظيفة وزي الفل إن شاء الله بص كده حاولت اللي أنا أشيل كل حاجة من فوق المشبك حتى المشبك جي هنا المهم أنا حاولت على قد ما أقدر إلا أنا ألم الدنيا كده من حوالي وأنظم كل حاجة ما كان لما هتنظمي كل حاجة ما كان هتيجي تاني يوم حبيتي اللي أنت تعملي تنظفات للبيت عندك تمسحي شقة تمسحي حاجة هتلاقي الدنيا بقت عندك تمام زي مثلا التوضبات بتاعت العيد أنت من قبليها مثلا بعشر تيام بتبقي شايلة الستاير شايلة الفرش شايلة السجاد شايلة حاجات كتير وبتبقي متنظمة بتيجي قبليها بس بيوم مثلا بتبقي غسل حاجات دي كلها يدوب انت بتفرشي وتلاقي الدنيا عندك تمام ومو بتتعبش في أي حاجة فأنا حبيت النهار ده برضو اللي أنا أعمل كده شلت بقى كل حاجة من فوق الميكرويف ومن جنبيه كمان لإني كانوا حاطين حاجات جنبيه وهبدأ اللي أنا أمسحه كده لإني في فتفيت زغيرة كده مطرح البقسمات أو مطرح العيش اللي هما كانوا حاطينه من فوق همسحها كده كلها وهمسحه من جوه من بره لا ما مسحتهش من جوه همسحه من بره كويس جدا الباب بتاعه والجوانب المهمة لأنا هخليه نضيفه زي الفل وهرجع تاني أحط المفرش لإني المفرش أصلا مش متوسح بس كده حطت المفرش هحط بقى إيه عليه هحط حاجات بسيطة جدا هحط كده الفوزة بتاعت الورد الأخضر دوت أو الزرع الأخضر والبومبونيرة الزغيرة أو الطمارة الزغيرة دي وهحط كمان الشوفين بس كده دول الحاجات اللي أنا هحطها عليه تعالي بقى نشوف بقية البلاو الزرقة اللي موجودة على الترابيزة الشنطة دي كانت محتوطة فوق الميكرويف وفيها البسكاويت دوت البسكاويت ده هحطه في منظم وحطه على الكافي كورنر عشان العايز يعمل شي وياخد بقى بسكاويت يبقى الدنيا تمام الترابيزة بقى أي حاجة بشيلها من مكان ما بروحش حطها في المكان التاني كده على طول لا بروح حطها في مكانها على طول يعني مثلا أنا لما كنت وقفة على الميكرويف الحصالة ورمود التكييف واللعبة بتاعت مكة كل حاجة روحت مكانها روحت الدولاب عندهم ورمود التكييف حطته عند التلفزيون عقبال ما وصل هناك نفس الكسة هنا الترابيزة زبطتها وخليتهم ضيفة وزي الفل يلا بقى انت لسا عادة بتتفرج علي انا قلت اللي انت قمت عشان تنظفي عن تك الدنيا وتخليها مترتبة كده عشان هنبدأ تنظيفات جمدة جدا لاني مشتقة جدا لشقتي لبيتي كده عايزة كده استرجع كده الذكريات كده ونعمل مع بعض احلى الروتينيات ان شاء الله الفترة اللي جاي بصي كده شيلت كل حاجة من على الترابيزة ولمعتها كويس وحطيت الفوزة وقدمت بقى الكراسي كده شوية علشان خطر يبقى شكلهم حلو مع الترابيزة تمام كده تمام دي الادوية اللي انا ايه لمتها كده من على كان المرهم فوق الميكرويف وكان فيه ادوية على الترابيزة وكان فيه ادوية كمان على الكافي كورنا فحبيت اللي انا قلموهم كده كلهم مع بعض وحطوهم في مكان واحد المكان دوت انا حطاها الادوية كلها في منظم زي ما انت شايفا كده لما حد لقدر الله بيتعب او عايز برشامة صدوع او عايز اي حاجة بيبقى كلهم في مكان واحد وعرفة مكانه نيجي بقى ندخل كده جوه لان برا خلاص خلصنا الدنيا ونشوف هنعمل ايه الكورسي دوت عليك ركب كتير قوي فحاولت اللي انا على قد مقدر قلم كل الحاجة اللي علي بعد ما شلت كله فضلت اللي انا احط كده الرمود لان انا هاجة دلوقت يقعد هنا لاني محتاجة لانا اريح شوية لاني مش مش معقولة كده يعني شلت بقى كل حاجة من عالكورسي حتى المنزيل بعد محطتها تاني قلت لأ مكانها مش مناسب وهنا كانت منا زباطة الركنة وكان فضلها الارض بس هي اللي تعملها ويبقى الدنيا تميم ايدة على ايد بتساعد وايد لوحدها ما تسقفش ياختي بصي ترابيسة التلفزيونة عاملة ازاي يرديكي كده ينفع كده يعني مش عارف الحمد لله هلم بقى برضو كل حاجة النظارات هتروح مكانها علشان مكة لو عايزت تلبس النظارة تبقى موجودة يعني ما نعودش ندور عليها لاني اكتر حاجة بندور عليها النظارة بتاعت مكة والرمود الاتنين دول اتعبين لنفسيتي يعني المهم هلم بقى كل حاجة من على الترابيزة هنا في حاجات هتروح مكانها في حاجات ممكن اتخلص منها ورميها اصلا في حاجات هتتحط في المنظم اللي تحت على حسب يعني لقيت حصلة تاني محطوطة رحت على طول حطتها في الدولاب مكانها علشان خاطر برضو احس اللي انا عملت الحاجة والدنيا بقت عندي تميم روقت فوق وهنا فاضل حاجات بسيطة في الرف اللي تحت ده طبعا هلمع برضو كده بالمناديل الوايبس ويه هخلي الدنيا نظيفة وزي الفل كوبايات بقى اي كوباية بتقابلني مش بحطها على ترابيزة السفرة لا بروح جاري على طول على المطبخ بحطها في الحود علشان بعد مخلص اخسل الكوباية باوربانك والموبايلات الرمود الزيادة اي حاجة بحطهم هنا لقيت برضو ادوية هروح احطهم في العلبة بتاعت الادوية دوت ستال كنت بغضو عشان السخنية وبرشان بتاع الكولون كده خلاص الدنيا بقت نظيفة وزي الفل الحمد لله خلاص كده انا عايز اقولك اللي انا خلص تفاضل الغسالة بس تخلص وانشر الغسيل ويبقى الدنيا تمام في الوقت دوت بقى كده انا كنت لميت الغسيل اللي على الحبل عشان يبقى مستعدية لما الغسالة تخلص ادخل انشر على طول عايزة بقى اعمل حاجة كده مسكرة طب اعمل ايه طب اعمل ايه مش عايزة حاجة سخنة مش عايزة اشرب شي فما كانش في قدامي غير اللي انا اعمل تنك ساقع كده طعمه حل وساقع كده وكان كنا يعني كنا جايبين حلويات وده كده يقخصي اللي اتبقى منها يعني الحمد لله طب سيبولي حتة طب سيبولي حاجة كده يعني عايزة اقولك الحلويات بتاعت صرايا حلوة جدا 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 انك كنت معترض عليها وكنت خايفة اجربها جربت من عنده كذا حاجة الحلويات فعلا كنت خايفة اجربها لاني الحلويات الشرقية مش اي حد بيعرف يعملها لكن بصراحة لما جربتها من عنده هي غيرت رأي تماما عن الحلويات اللي انا كنت باكلها قبل كده الجلاش الاساور طعمه حلو جدا الكنافة المحشية مكسرات الطعمها حلو جدا جدا الحلويات عنده فعلا حلوة مش الحلويات اللي تجزع عن نفس اللي انت تبقي مش طايقة نفسي كنت بتاكليها او لو خدت حتة سنانك توجاعك لأ دي جميلة اوي بصراحة عملت بقى كوباية عصير وحطيت كده شوية حلويات لاني مش انا اللي هاكلهم لوحدي موكا كمان هتشاركني فيهم هوي هي ويوسف لاني لما باجي اكل حاجة واشرب حاجة هما بيحبوا يعملوا زي يعني او يجوا يكلوا معي ربنا يخلهم لي اللهم امين الغسيل بقى اللي عالتراق اللي عالتنا بدوت او اللي عرجنا هبدأ دلوقتي اطبقه وانا قاعدة بشرب بقى كده العصير وبتفرج عالتلفزيون جيت اتفرج عالتلفزيون يا اختي لقيت في بردنامج حلو قوي بتاع اسعاد يونس وانا بحب من عشاء اسعاد يونس لما بتجيب ممثل او ممثلة او مثلا شخصية وتقعد تتكلم عندي فضول اللي انا اسمع كده الحوار مش اعرف اه وانا من عشاء برد منزك المهم لفض انتباه حاجة غريبة اوي البلوزا او الحاجة اللي هي لابساها دي ده مفرج صح ولا لا صح كده الكلام اللي انا بقوله ولا لا تقريبا المفرج دو تسمه فتوفيت السكر اول مرة اشوفه اللي هو نزل منه بلوزا او لبس لأ هو شكله حلو بصراحة عجبني وشد انتباه لان هو اصلا الخمو بتاعته بتبقى حلو يعني ما تيجي تمسكيك كده كمفرش شكله بيبقى حلو الخامة بتاعته بتبقى حلو مودة جديدة شكلها حلو بس كده خلاص ده كان الروتين بتاعي النهاردة يارب يكون عجبكم مستفدتي منه يلا قومي لو انت وراك حاجة عايزة تخلصيها خلصيها بسرعة وان شاء الله هنعمل روتينيات اللي جاية الفترة مع بعض كتير محبكم في الله يا احلى وقاطيب اخوات وسلام عليكم